اما الموروث الرواي فما شاء الله من الدس والتزوير والوضع حتى ان رسول الله التفتوا اعزائي لهذه القضية التي لا توجد لها رواية تناظرها من حيث السند والتواتر وكثرة ما قالها رسول الله لا تناظر هذه الرواية حتى حديث الغدير لا يناظر هذه الرواية مع ان حديث الغدير تعلمون بانه الصحابة كم من الصحابة وكم من التابعين وغيره وغيره هذه الرواية مولانا في مصادر السنة والشيعة لا تنا يناظرها حد حديث الغدير فما بالك ماذا بغيره من الحديث وهو حديث من كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار رسول الله من اول يوم وضع يده على هذه الظاهرة التي سيبتلي بها الحديث اللي ابن الجوزي في اول كتاب الموضوعات يقول لا اقل وردت عن مائتين صحابي ورواية واردة عن مائتين صحابي يعني رسول الله قالها في موضع واحد لو في عشرات المواضع ها في عشرات لماذا هذا التأكيد من رسول الله على انه الكذب سيكثر فيه والتتس هذا معناه ديشير الى خطر الخطر الذي يحدق بالسنة من بعده ولهذا تجد البخاري يقول انا طلعت هذا الكتاب مالي من مائتين الف ريوان اربحت الاف ريوان اما احمد بن حنبال يقول طلعت هاي الروايات ثلاثين الف رواية خمسة وثلاثين من سبعمية وخمسين الف رواية اما الاخرين يقولوا ان طلعناها من مليونين روايان ما ديش قد روايات كانت في ذلك الزمن فاذا ظاهرة الوضع والدس والتزوير والكذب والاسرائيليات كانت من مسلمات الموروث الرواية